ازاي عيش بامل؟ صراحة يعني عكس المحاضرة الناس محبطة والناس عيشة في قلق واكتئاب والناس بقالها فترة نفسها تفرح وحالة بقى اي حالة بتسبب الاكتئاب الاحباط او الاكتئاب او الكلام ده الاحباط اصلا نوع من التأثر النفسي المفروض ان انا اتخلص منه شعور اصلا جاي عشان ايه؟ انا في حالة حاليا غير مرغوب فيها بالمرة الحالة اللي انا فيها دي دي حالة انا لا احبها ولا ارضاها وما اناش عايزاها فرفض حالة الاحباط اللي موجودة بتسبب عندي نوع من يا ريت يا ريت احنا نحاول نرفض لا ومش نرفضه بس لا ده احنا نحاول كمان ان احنا نخليه يبقى حالة من الامل والتفاعل فيه علامات بتدل ان انا عندي عندي قلق وعندي احباط وعندي جزء اه انا في حالة حزن شديد الحزن الشديد الواحد طبعا انا اقولكوا كل حاجة وعلاجها ان شاء الله بعد كده بس حالة الحزن الشديد منها قلبي مش مبسوط ما فيش حاجة مفرحاني ما فيش حاجة في اي وضع من الاوضاع مخلياني ان انا مبسوطة وان انا سعيدة وان انا كذا ده بيبقى له اسباب طبعا انا يميني كمان الاسباب الاماني بصو يعني خلينا كون صريحة معاكم ما في علم من العلوم وما في نظرية من النظريات وما في حاجة هتخترع ولا لسه هيخترعوها ولسه كذا الا وهي في كتاب اللي على وجل ما فرطنا في الكتاب وانا كمسلمة المفروض ده يكون حال قلبي اخوات اه نعم طيب هو يعني انا خلي ايمان بس اه تعمل واي حد يقفل المايك اشده تمام فاي حاجة يا خوات برا اطار ان انا اه حزينة او ان انا كذا او دخل الاطار بتاع الحزن ده اه موجودة في الكتاب حلها ايه الكتاب ما فرقنا في الكتاب شاي ايه اللي بيخليني حزين اه تعم اسألك حلك مع الكرآن عامل ايه اه الحمد لله الله يا اخت هال ماشي يعني عامل ايه يعني عامل ايه مع الكرآن عامل ايه مع تدبر الكرآن عامل ايه تحفظ جديد ولا وضع الحفظ عامل ازاي طيب بلاش يا ستي بتراجعي بتراجع اللي انت حفظتي وكذا وطبعا ما شاء الله علي ما في مرة خمر بيتعدل في الكون املي انت خمر يتعدل عندك تعرفي حاجة عن حاجة اسمها تثوير بالثاء تثوير الصورة تثوير الصورة اللي انا بعمل فيها ايه اه اقول لكم بتعملوا فيها ايه اخد افعالوا الله في الصفحة ايه يا ايوة لذي افعلوا اتركوا طوبوا استغفروا افعالوا الله في الصفحة عاملها ازاي بعد اما بشوف فيها افعال ربنا سبحانه وتعالى بشوف اوامر الله سبحانه وتعالى فيها اسماء الله في الصفحة دي ايه صفاته ايه اسباب نزولي الايات الحاجات دي مهمة ان انا اخد بالي منها ده رقم واحد فبيبقى عندي حالة من الحزن الشديد عندي حزن انا 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 في حالة حزن وما اناش عارفة دي من العلامات ودايما بتوقع الاسوأ يعني انا دايما بتوقع الاسوأ الأسوأ ده بيبقى مثلا حاجة مثلا زي دايما استغفر الله بقول عليه سوء ظن في الله استغفر الله كأنها يحصل لي يا ستي هو أنت الغيب بتاعك أيها بس هي كل الدلائل وأنا مالي بكل الدلائل وإن شاء الله لو اجتمعت الدنيا كلها إن شاء الله لو جالي حتى الورقة عليها لختمك الله عز وجل الله سبحانه وتعالى وحسني ظن في الله يغير الأمر ما بين عشيات وضحاها والله ما بين طرفة عين وانفتحها يعني مجرد بس إن أنا ظن في الله ظن والله يا رب كان لسه فيه أخت بتحكي بتحكي لي عن مشكلة عندها وبتاعه بتقول لي وصي أنا آخر ما زهقت ومتجي يا سجدة سجدة شكر وقلت له والله يا رب أنا ما هخرج من هذه السجدة وما هطلع من الأمر ده والله يا رب إلا وقد يعني أتيتني سؤولي وتبكي وتقول لي وبكيت وبتقول لي وأنا في السجدة قلت بيطمقني كده إن خلاص الحل ده يكونوا عند ربنا وإن شاء الله ربنا حيرزقني الخير في الأمر ده حاجة تحفة طبعا جدا جدا يبقى ده حال قلبي لكن أنا أعيش في دايما متوقعة معقص الدلائل بصي بصي إحنا بقى سبع سنين وبقى لنا 11 سنة وبقى لنا مش عارفة كامل قل ينجيكم منها ومن كل قرب مين اللي نجاك المرة اللي فاتت مين اللي الله سبحانه وتعالى مش بس نجاكي ده الله سبحانه وتعالى أكرمك ومن عليك من فضله في الأيام اللي فات الله سبحانه وتعالى جماعة الله عز وجل فلازم يكون حال قلبي كده من ضمن العرامات ما عندي كيش رغبة في أي حاجة بص لقى إيه لعندي رغبة ولعندي رغبة أصحى أصلا وكسل بقى واصحى ونام وتعملوا إيه وبعدين هياكلوا ما شاء الله ما شاء الله عن نساء في الشتاء صح يا تاجل مش عارفة أحدى فين يا جماعة من الطلاجة فين المنفق فيعني بيبقى حالة من أنا مش عايزة أعمل حاجة وقلق دائم وكسل دائم وتعبان على طول وحالي مش عارفة عامل إزاي فطبعا كل الكلام ده من علامات الإحباط وأنا نفسي صراحة ما يبقاش ده الأمر وانا هنقول الكلام ده نين طب سببه إيه زي ما قلت سببه إن أنت متوقع السيء دايما في المستقبل سببه إن أنت عايشة في البيئة البيئة اللي حواليك أصلا الناس اللي حواليك ناس محبطة أصلا وناس عمالة عارفين كده سحبين الطاقة وسرقين الطاقة وعملين جده منك الطاقة اللي جواكي علشان بس تعيشي في الحالة دي والكلام السلبي بقى اللي عمالة اسمعيه الكلام اللي مش عارفة يتحط هنا وهنا والحالات والدنيا كل الكلام ده يديك نوع من الإحباط واليأس لابدا أبدا وأقولوكو دلوقتي حاجات تحف جدا جدا وناس موجودين عشرين واحد وعشرين لسه عايشين عشان ما تقولوش ده من العصر لا 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 الناس لسه موجودين من ضمن الحاجات برضو اللي بتسبب لك أو العلامات بتاعتها إنك دايما لما يحصل مثلا أخذ كرهوة طبعا بيجينا الإحباط لما تيجي مثلا تاخد هدف أو قرار في حاجة معينة وتبص تلاقي ما تحققتش أو اللي أنت كان نفسك تعمله وما وصلتلوش فانو أحبط فساعة ما تحبطي لكن ده مش معناه إنها نهيت الطريق بالعكس أو الفعل في هدف معين ده أنا إعادة رسم الهدف وحانا دي حاجة اسمها المرونة إن أكون في لكساب حتى في وضع أهدافي وبيبقى حطاها مزمن بطريقة زمنية معينة وبطريقة كذا ده شيء طيب لكن إن أنا قعد أستجيب لحالات بقى اليأس والإحباط وإن أنا عايشة في كذا والبيئة اللي حوالي والناس والكلام ده 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 مصح مش معنى إن في حصل فشل أو عدم تحقيق هدف معين إن أنا كده نهاية العالم لا ده أنا كأحط أعدل فيه وأقوم تاني وأقوم تاني وكم مننا ما فيش واحدة تيجي تقنعني أبدا ولا أصدقها والله أبدا لإن أنا أصدق الله عز وجل ما في واحدة تيجي تقنعني وتقول لي لا والله يا دكتور هلا ما حصلش لا أبدا ده لازم يكون حصل الخير ثم الخير ثم الخير والخير اللي حصلك دوت كان قبله ضيق ثم ضيق ثم ضيق وتفتقري كده أيام واحد مثلا يفتقر كده أيام يا ربي يا ربي تسحي من قبل الفجر عشان مش عارفة تروحي فين وتلاقي المواصلة وبعدين بلد في بلد في بلد عشان تروحي مش عارفة تزوري ابنك وعلشان مش عارفة إيه والزيارة والددخير يعني كان حالة ونقول يا رب يعني متى الفرج أين الفرج أين النصر يا رب أو تلاقي مثلا من ضمن الحاجات تيجي تحكي لك تقولك والله ما كان في بيتنا فيه الليرة والليرتين ما كان جي فيه لجنيه ولا اتنين ما كان جي فيه والله سبحانه وتعالى غير حالنا بحسن الظن في الله وأخذ بالأسباب احنا أمة السبببية يا خواك أمة السبببية يعني ايه أمة السبببية يعني احنا لكون قائم على الأخذ حط البذرة في قلب الأرض ووسق الميا هتطلع زرعة سمي الله تاخد سواب طب ما غيري برضو كده اللي مش مؤمن بيعمل كده ها ما هتطلع الزرعة لأن احنا كن قايم على السبب بس انت سميت الله فانت خدت ايه فانت خدت حسنات انت سميت الله فانت خدت الله مبارك سواب هذا الأرض أما غيرك ما سماش فخلاص انت بتطلع خراجها وبتطلع صدقتك فيها وبتعمل فبتاخد ايه فبتاخد السواب أنا نفسي يعني الناس المحبطة أو الناس اللي بتحط الكلام السلبي في دماغك انت أما تيجي تسمعيه فلتريه فلتري الحاجات شايزين نخش في موضوع الفلتر عشان ما يتحكش الكلام بيجي ففلتره على ثلاث ثلاث فلتري الحاجات بمعنى ايه بمعنى الكلام ده يفدني ولا هيطلعني الأدام ودايما دايما يبقى ليكي صحبة حواليك من الناس اللي يا أخوات يعني بتعينك على تذكر الأخيرة وتعينك دايما كده مش هنعيش في درواشة ده تقولك يعني أنا هفضل عايش ما الواقع مرير من أي الواقع آه ولكن مين يغيره ويوم لما أعرف في الحقيقة السابتة أنا في الدنيا مختبرة وقعوا تفتكرون دي أني ده حل دائم ولا لا 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 والله لا دائم ولا بتاع ده كلام فاضي احنا احنا هنا مختبرين مختبرة بأي ابتلاء هو عندك دلوقتي ينظر الله سبحانه وتعالى انت ايه وضعك صبرة هتعمل ايه طيب احسنتي الظن في لا طب عملتي كده هو ده اللي المفروض نعمله تيجي تقولك لا بصي بها ما احنا دكتورة لا احنا يعني ايه حالنا كده مع الله واحنا يعني طيب جميل لما تبقى مع الله وانت مع الله حاجة وحشة يعني خلي بالك حتى من المنطوق يعني الواحد ساعات بينطق حاجات بيبقى يعني بجد زعلان منها يعني لكن اطلع من الحالة دي ان انا اتكلم مع حد فاهم ذو ثقة مؤتمن حد له مرجعية سواء علمية او شرعية او كذا عشان اطلع من الحالة النفسية اللي انا فيها دي اعمل خطة واعدلها يعني الخطة الاولانية كان فيها من ضمن كده خلاص اقول ايه الاسباب اللي ادك لكذا واعدل الامر ده مش عيب ان انا اعدل لا اعدل فيه اطلع عندي حالة من الاستغفر الله من الضيق رب اشرح لي صدري ويسر لي امر واح للعقدة تم لساني يا رب يا فقه رب اشرح لي صدري اقرأ صورة الانشرح جميلة جدا واطلع اتماشي اتماشي وغيري مناظر وشمي هوا ونظمي التنفس بحيث ان انا اطلع من الحالة دي والحاجة بقى اللي انا يعني نفسي ان احنا نلتزم بها بجد ان احنا نصق في الله عز وجل اخوات اما نصق في الله وموعود الله ويبقى دايما عندي مش بس حسن ظن لا 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 ده انا عندي يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيخرجني من الامر ده انا على يقين ان ربنا هيعملني الامر ده وبحب وبكلك ومش بس قلبك بيحب بس ده انت قلبك مشتاق ورغبة رغبة رهيبة ان انا دايما افضل مع ربنا وان انا افضل دايما في الجانب الامن ده انا بحبك يا رب وانا يا رب انت يعني كم اكرمتني وكم لطفة بي وكم نجي تاني دوت اه اه حسن الظمن في الله من افضل الاعمال القلبية ان انا دايما انا احسن الظمن برغم كل المقاسي اه اه انا لمدركون قال كلا لا ده بساعتها يعني هوا ما استناش قال كلا ان مع ربي سيهدي ده هو خلاص هؤلنا سورانا واحنا في البحر هيجبونا في البحر قال كلا ابدا وعندي الحاجات اللي تنجيني اصلا من القرب ومن الهم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فنجيناه خلاص نجيناه الموضوع من يا خلاص فنجيناه الامر التاني اذا اصابك قرب حديث النبي صلى الله عليه وسلم قل ايه الله الله ربي ولا اشرق به شيئا اما اقول كده اه الرب من ربنا او انا مش مصدقة كلام النبي انا مصدقة يا رب ومصدقة رسولك صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم يبقى انا عندي يقين ان الله سبحانه وتعالى ما يقول لي عندك قرب الله الله ربي انا حتى والله بجد انا كنت بستغرب جدا من الحديث ده ويقول لي ربي يعني هو الكرب بس اقول كده طب ايه اتحالا متفكر كده في الحديث الله الله ربي اه هو الملك هو رب اللي هو ايه اللي هو القائم على امور عباده الرب سحب الامر والتبير دي من صفات الله الفعلية ايه ايه وده توحيد ربوبية صح ولا الله الله ربي ولا اشرك به شيئا ولا اشرك به شيئا يعني ايه يعني لا معبود الا الله يعني لا اله الا الله يعني لن يقضي حاجتي ويرفع امري إلا الله عز وجل هو ده أدعي إذا سألك عبادي عني صح يا مريم فإني قريب يوم لما أدعي أدعي ربنا والدعاء بس لله سبحانه وتعالى فاستجاب ده يقن في الله عز وجل يبقى لا إله إلا أنت سبحانك إن يكنت من الظالمين رقم اثنين الله الله ربي ولا أشك به شيئة ده من ضمن الحاجات الجميلة جدا جدا الأمر اللي خاص بيها خوات الأمر اللي خاص بتفريج الهم ومغفرة الزمن لو أنا عايز ما هو ما تبصوش على الخمار ما هو ما فيش خمار بيتعذل يعني أنتوا تعاملوا معايا إن خماري دايما مهما نسبتوا بدبابيز تعاملوا مع هذا الواقع الجميل بصوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي عايز يغفر ذنبه أنا يا رب وعايز يكفى همه أنا يا رب فليصلي على محمد يكسر السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام صح الصلاة والرسول على السلام الأثر بتاعها سحر الصلاة والرسول على السلام مش بس كده والله ده تحقيق كل أمنياتك بالصلاة والرسول على السلام عايز الله عز وجل يبدل همه فرجا وفرحا يبقى اللهم إنا عبيدك بني وعبيدك بني وإماك نوصينا بيدك ماضي فينا حكم عدل فينا قضاء نسألك اللهم بكل اسم نسميته به نفسك وأنزلتها في كتاب أو أعلمتها أحد أو استأصيه في علم الغيب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدر وغياب حزني وعم يبقى هو دوت يا أخوات اللي احنا عايزين لكن إن أنا أستجيب لحالات من من الإحباط واليأس وعيش دايما في ألأ وعيش دايما في توطر وأن الله سبحانه وتعالى أسيء الظن فيه ده مش حال مش حال قلب مسلم ولا مؤمن بالله ولا قلب موحد بالله أنا دايما عندي إيمان إن الله سبحانه وتعالى سيغير حالي إلى أفضله هو ده اللي عندي إن الله سبحانه وتعالى دايما هيعطيني الخير ما يفعل الله بعذابكم ده والله ده من عيب والله يسوق ظني فعلا يعني في الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم يعني هو ربنا استغفر الله يريد لنا لا أبدا وأنا لو شكرت شكرت احمد الله أشكر على إيه ده احنا في ضيق ده احنا في قرب ده احنا في كذا ده احنا في كذا ده احنا في فرد أشوف الناس ده شوقها مقارنة وعملت بصي أو فعلا أنت في ضيق وقرب الله عدل سبحانه وتعالى يختبرك ويشوفك هتعمل إيه وهتوصل إيه وكيف حل قلبك في الشكر والرضا إن شكرتم وآمنتم بالله عز وجل هو ده الموضوع فأنا يعني ما جاء أقول لك حل إن إحنا نطلع للأمر ده أعيد كتابة منظومة أهدافك وحياتك من تاني أعيدي تاني الحاجة اللي ما تحققتش كذا طب عملت بالأسباب كلها أقول لك والله إحنا خدنا بالأسباب كلها ومنتظرين بس منتظر ده الانتظار الفرج عبادة يعني أنت عملت بالأسباب ومنتظرة من الله سبحانه وتعالى وكل حاجة في إيديك خلاص قعملتها وكل الأسباب الدنيوية أخدتها لإني إسم الله الأول أخذ بالأسباب الأولية وإسم الله الآخر ينفعني بالأسباب الأولية لأنا أخدتها وإسم الله الرب يعطيني بدون أسباب أصلا يعني يعطيني أصلا بدون أسباب طيب لا والله خدت والله يا دكتور هيا لو عملت بكل الأسباب الحلوة وكل الأسباب بس ما لسه يبقى انتظر انتظار الفرج من الله عز وجل عبادة في حد ذاتها عبادة في حد ذاتها يبقى اعمل ايه انتظر بايه برده وبيقين في الله مش بصوص ظن بقى في الله وكذا ويحصل لي والدنيا والخرق ولا الكلام ده خالص ولا الكلام ده خالص انتوا مسلمات مؤمنات وحال قلبك ان لا إله إلا الله لا إله إلا الله دي بتجدد إيمان أصلا ليه علشان كل مرة تعيد عليك منظومة إلا الا الأولنية لا الحارسة التي تحرص قلبي تكنس قلبي من المحب إلا المحب لله وفي الله ومع الله يبقى لا الحارسة تحرص قلبي ولا حاضر يا مريا ما جاوبك يقين القلب بيبقى سيحاضر يبقى الأولنية تحرص قلبي الأولنية تكنس القلبي من كل ما هو سوى الله سبحانه وتعالى ومن المحب كلها ولاة تانية الحارسة اللي بتحرص قلبي اللي هو الله سبحانه وتعالى بحب زوجي لله يا اختيه وتاب الله ده ابدأنا نحبه ده راجل امره وراجل كويسه وراجل حنونه وبحب الشخص خير والله بس انا بحبه الحب دوت لله لان علاقتي بيه بتقربني بالله يعني ماينفعش ان انا احب حد لا ما تنفعش انك تحب كده الا لما تخلي حبك لو مرجعيته الله سبحانه وتعالى تقول لي كلها كنت بحبه وبعدين ما عرفش ايه اللي جرانه جت لنا العين وما عرفش حق نصال ايه نعيد منظومة الحب نعيد منظومة الحب ونعيد دايما ما هو الواحد اقول لك ولا حاجة الواحد بيسيبه نوع من انواع الاحباطات مش بس في المواقف ومش بس من ظروف الحياة من الاشخاص وانا يجي الاحباط مش شخص اللي قداني يعني مش بس عشمانة في الشخص وحبة ومش عارفة داخل حياتك الزوجية عاملة ازاي والدنيا عاملة ازاي وفجأة مرة واحدة اسفجأة كده مرة واحدة تلاقي الدنيا تغيرت وتلاقي الدنيا تشقلبت وتلاقي الدنيا كذا بسبب ايه السبب ده ان انا بتوقع رفع سقف توقعات يلا مبارك علي رفع سقف التوقعات انا متجوزها بوبقر بقى وعمر وسعيد بن عمر والسحابة كلهم ده انا متجوز يعني ده انا زوجي ده يا رجل وبعدين تبصت عملك ايه ده تلاقي ايه ده ابو جاهل معايا خدعت يا جبا يرفع سقف التوقعات عشان كده دايما بنقول احنا بنختار من البداية حشان ما تتصدامش طب هاي اللي حصل حصل اللي حصل حصل والفس وقاعد في الرأس وانتهت قصتنا على العظيمة على كده اه تمام نعيد بقى ازاي ان احنا مفهوم الشراقة مفهوم معنى الزواج مفهوم ان احنا على الاقل مع بعض في نوع من انواع يعني عايز اقول مثلا مش التعايش السلمي مع بعض ولكن نعيش بحب يا جماعة انا ببقى الان ولا احبط ولا كذا لما اخزل في عشم او في حب حد انا كنت مدياله حياتي كلها ويعني نوي ان انا مش عارفة اعمل ايه وبعدين خزلت ما تخليش خزلان اللي اتعرضي له يمحي طاقة الحب اللي جواك لا عيدي بناء طاقة الحب زكري تاني زكري تاني اه كت مريم بتسأل ازاي ان انا اعيد منظومة الحب لا ازاي انا عالي في الحب دلوقتي ازاي ان انا يكون يقين القلب يقين القلب بان انا يكون ليه حال مع ربنا سبحانه وتعالى يقين القلب اجيبه ازاي يبقى عندي يقين في الله وفي موعود لا وفي الكلام دوت كله بحاجتين اعد قلبي اولا واعمل عبادة معين اعد قلبي ازاي بالاستغفار بالتوبة بتجديد الكلام بتجديد لا اله الا الله محمد رسول الله بسوش ما شاء الله علي دايما دايما ما تبسوش على الخمار الجميل مليوع كل شوية يقين قلبي بالله سبحانه وتعالى بالسغفار الاول انضف عارف حاجة كده الاول التخلية انضف كده قلبي كده وبعدين استقبل بقى مستقبلات الرحمة ومستقبلات اللطف وهكذا وبعدين وبعد كده العبادة اللي تعني على اليقين ايه اكتر عبادة تخلي قلبك فعلا يعني اي حدث واي فعل يجيلك انا انا مطمئنة بالله جميل الدعاء تمام الصيام تمام في عبادة في عبادة حتى عشان اقدر ادعي وعشان اقدر اصوم ها ايوة ليلت عليكم قيام الليل الركعتين هم الركعتين بصي تروحي مين تروحي شمال تروحي كذا هم الركعتين بتوع بالليل الركعتين دول اللي اعط فيهم كده واسجد على سجاتي كده وابكي يا رب نجيني من كل قرب يا رب انا مالية غيرك يا رب يا رب عندي الامر الفلاني هامي من قلب يا رب يا رب انا بقولوك لسه لسه زوجة يعني يعني مصدومة بزوجها صدمة الاولين والاخرين الله يفتع عليك صح يا سار قيام الليل والزوجة دي يعني مش عايزة اقولوكو حل الباء عامل ازاي اهلا اهلا زيك يا مناري يا عسول يا عسل اي توتو يا جميل بعد بيشوف الاطفال بقول حلم عايزة من ضمن الحاجات الزوجة دي اتصدمت في زوجها صدمة بتقولي انا مش مصدق انا نفسي ازدق ان انا وقعت في الامر ده نفسي يعني اقول كده اضرب نفسي واقرس نفسي كده واقول انا انا ده مزوجي انا مش جل الحياة وتبكي تبكي هي ما شاء الله عليها صلحة مخلصة يعني ودودة تحب زوجها جدا ويعني كانت دايما تسطر عليه ودايما تأيده ودايما كده لكن اتصدمت في امر شافته بعنيها وانا عايزة اقول لكم ان الزوجة لما بتشوف بعنيها بيبقى صعب يعني ما تشوف الخزلان ولا الخيانة بيبقى صعب صعب جدا عن نفسية فشافت الامر دوت ومتدايق بتقول لي اعمل ايه اعمل ايه قلت لها طب يعني يعني احكيني بس بالراحة كده قالتلي لأ انا هقولك انا عملت ايه مع ربنا قلت لها قوليلي احكيلي عملت ايه مع ربنا نزلت بتقول لي صليت الرقعتين بتوعي ونزلت ونزلت على سجدتها نزلت على سجدتها والله يا رب انا اقسمت عليك بك واقسمت عليك باسمائك الحسنة كلها واقسمت عليك بحق حبك في رسول الله إلا تنجيني من الامر ده انا مش قادرة تنفس انا حاس يا رب انا لو قعدت خمس داك انا هجرى لي حاجة يا رب حللي الامر يا رب ورم يا رب نجيني يا رب كذا يا رب كذا قلت لها طب ما انت زي الفل طب ما انت ممتازة هوت وعظيمة ايه بقى قالت لي انا حبيت اقولك كده انا مدس متصلة مخصوص حبيت بس اقولك كده ان انا لما لجأت ربنا سبحانه وتعالى ربنا انزل يعني برد على قلبي الخزلان لما بيجي مش بس في المواقف وفي الحياة الخزلان لما بيجي من الاشخاص كرسة بيبقى كرسة وخصوصا الاشخاص اللي احنا ايه عندنا عشان فيهم وعندنا حال من العشان فيهم من ضمن الحاجات الجميلة اللي الواحد برضو عايز يقولها مش بس احسن الظن لا انا عايزا ويبقى لنا حال مع الله يا اخوات يبقى لنا دايما كده لي وقت ولو في اليوم ولو خمس دقايق ولو أربع دقايق ولو عشر دقايق نص ساعة حلو ساعة جميل جدا خد الساعة اللي قبل الفجر دي من أول التوشيح نعم تبقى كان زمان في إزاعة القرآن بتاع حوالي نص ساعة قبل الصلاة خد النص ساعة دي كلها دعاء وحكي يا ستي خلي الدعاء قبلها ماشي عايز خلي العشر والربع ساعة دولة لله سبحانه وتعالى يا رب انا بحكي لك اللي حصل النهار احكي لربنا احكي لله سبحانه وتعالى يا رب كذا يا رب كذا يا رب انا حصل لي كذا طب يا رب انا زعلنا من الأمر طب اربط على قلب يا رب بالشئ الفلان ايه ده ايه ده الدعاء مستجاب ويبقى لي الحال في رقعتين القيام انا الناس كلها نايمة وانا ايمالك عشان ليه حاجة وطلب عندك يبقى انا بقرر ده انا اقرر ولو الف مليون مرة ولو مليون سنة ان انا يبقى يعني اوصي بالقيام ولو فضلت عمري كلها هم الراقعتين ينجوكي والله يا بنت ينجوكي وبعدين ما هنت في القيام انت ايمة بقرآن يعني اللي مقصرة حتى في وردك ما انت هتقومي تقرأي بالقرآن اهو وتخلصي وردك اللي الله سبحانه وتعالى يمنى عليك وتخلصي يا رب وتبقي شطرة ونصحة ومخلصها وردك ودي قرآن ودي دعاء ودي حال قلب فيه زلل لله سبحانه وتعالى وحال قلب فيه رجاء لله سبحانه وتعالى وبدع يد الهنى ويد المنى الأمر محتاج مننا بس ان احنا نفقة اللي ينجينا لكن لأسف احنا لها بنفقة ولا عندنا اصلا اي نوع من انواع وعايشين في الدنيا كده بس عشان خطر ايه علشان خطر اهو خلينا اه دا احنا عايشين زي الناس ما عايش مش بعمل اكل وشرب وعمل عيالي وعمل زوجي ومش عارفة وفدراسي وكذا مش هي دي الحياة انا لو يمسكوني الوزارات وزارات العالم بقى عارفين انت كده يقول لك مجلس العالم اه ده والله والله يعد القلب الاول اخلاقيا وامانيا وطربويا وبعد انه بشوفه بقى علوم الدنيا تمشي ازاي بعد عشر سنين وامتطالع يعني لكن الفترة دي كلها ازاي ارتبت بالله سبحانه وتعالى وازاي حال خبيئة بينها وبين رب بتاعت ربنا بس تيجي واحدة كلمة واحدة من اللي بيعت تقولك إيه ده هيكل الناس دي بتحب ربنا إيه ده هيكل الناس دي لها حال مع الله كده وكل الناس دي غيري وخلي عندي غيرة في أمور الخير خلي عندي غيرة في أمور الخير عديلي أهدافك من جديد شوف الحاجة اللي فيها خطأ عادي عديليها من شرط انت المفروض ان فيه مرونة في الأهداف أو في الوسائل اللي انت بتاخديها علشان توصالي لهدفك ما تسمحيش للناس الكئيبة انها تحض بيك ويبقى لك لا دايما صحبة صلحة دايما دايما صحبة عينك على الخير أحسني الظن بالله ثم أحسني الظن بالله ثم أحسني الظن بالله خدي الأسباب كأنها كل شيء ده اسم الله الأول ثم توكلي على الله كأن الأسباب دي ولا شيء واسم الله الآخر إن ينفعك الله عز وجل بالأسباب دي والله سبحانه وتعالى بأي اسم من أسمائه والاسم الرب القائم على عبادي يعطيك بدون أسباب والأمر اللي بعد كده افتقري المنجيات الله الله ربي ولا اشرك به شيئا يا ربي يا حنان يا منان يا زل جلال والاكرام بديع السماوات والأرض زل جلال والاكرام اكرمني في كذا وكذا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر زنبك ويغفر همك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله اللهم اغفر لي واهدني وارزقني قد عفعلت قد فعلت قد فعلت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصيرهم بالعباد فوقعوا الله خلاص سيئات ما مكروا وحزبنا الله ونعم الوكيل وحزبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العرش العظيم وحزبي الله سيؤتين الله من فضله إن إلى الله يراغبون من ضمن الأسكار اللي بتعملهم ضمن الذكر اللي بيفعل يعني المعجزات اللي هو إيه اللي أنا بقول لكم عليه ده حزبي الله سيؤتين الله من فضل إن إلى الله يراغبون أعرف أخت يعني لها حال مع الرؤى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تعز حاجة فتحنا بالنبع السلام وإلا هفعله كذا ولا هفعله كذا ناس قلوب يعني صلى الله عليه وسلم تعالى يعني وتيجي كما يوم أنا ما شفت رسوله السلام بقالي يوم وليومين طلعا والله يوم وليومين يا إله إلا أنت سبحانك يا رب فمن ضمن الحاجات تقول لي أنا الآية دي سيؤتين الله من فضلي والله سيؤتين الله ورسوله من فضلي رسول السلام لسه قلت لها آية صلى الله عليه وسلم أنت حالة خاصة يا بنت خليك على جنب أدعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليك يا رب بالطقوة والهدى والطقى والعفاف والغنى